اشتركوا في القناة تصنيع العصائر والمركزات كلمنا المرة اللي فاتت يصنع المركزات وتكلمنا عن يصنع المشروبات والعصائر اتكلمنا بتدينا نتكلم عن حاجة مهمة جدا اللي هي عن المحليل وعرفنا من الحلقة السابقة يعني ايه كلمة محلول عرفنا انواع المحليل عندنا اللي فيه بتستخدم في التصنيع الغذائي عندنا المحليل السكرية والمحليل الملحية اخدنا عرفنا ايه هي شروط الملح المستخدم في المحليل في الصناعات الغذائية واتكلمنا ايه هي شروط السكر اللي بتستخدم في الصناعات الغذائية واتكلمنا كمان ايه هي شروط الماء المستخدم في التصنيع الغذائي احنا ما بنعملش محاليل كده مننا لنفسنا لأ دي ليها مواصفات خاصة علشان خاطر ينتقل احنا بمجرد ان احنا نعرف نعمل محلول بتركيز صحيح نعرف المنتج اللي عندنا مش هيحصل فيه اي نوع من انواع الفساد برضو اتكلمنا المرة اللي فاتت عن ان فيه انواع كتيرة من الملح وان احنا المفروض ما نستخدمش ملح فيه يود او ملح فيه مغنيسيوم او ملح فيه حديد او ملح فيه كالسيوم لان كل عنصر من هذه العناصر بيؤثر على المنتج الغذائي اللي انت هتستخدم فيه اتكلمنا برضو المرة اللي فاتت ان احنا عشان نعمل محلول سكري بتركيز معين استخدمنا حاجة اسمها مربع بيرسون وعرفنا ازاي نشرح مربع بيرسون ويكلمنا وقلنا ان اي تركيز مطلوب بيتحط فيه وسط المربع والتركيز الاعلى بيتحط في الجهة اليسرى العليا من المربع والتركيز الاقل بيتحط فيه الجهة السفلة وبعد كده بنعمل طرح للاقطار وشفتوك وقلتلكو ازاي بتعمل هذه الطريقة الطالب الطالب علشان يعرف يعمل محلول بتركيز صحيح ومعندوش ادوات ممكن يستخدم مربع بيرسون بطريقة رياضية بسيطة جدا يحسب التركيز وقلتلكو في المصانع ساعت ما بيعملوش التركيز بالزبط لأ ده بيعملو محلول بيبقى تركيزه عالي جدا وبعد كده بياخدو هذا المحلول ويبتدي يخففوه بالماء المعروف المصدر علشان خاطر ياخدو المحلية اللي هيبتدي يستخدمها في الصناعات الغذائية اتكلمنا برضو المرة اللي فاتت ان الطالب علشان يعمل محلول بطريقة صحيحة فيه انا بلاحظه في كذا حاجة اول حاجة لما يجي يبتدي في المحلول بطريقة اللي هي رياضية بطريقة مربع بيرسون اول حاجة ما بيجي يدخل المعمل قدامي لابد ان هو بيحافظ عن نظافة بتاعته ويبتدي يلبس البلطه بتاعه يلبس الطائية يلبس الجوانتي بتاعه بحيث ان هو داخل معمل هو ده سلوك عنده يبقى انا مش هي سلوكيات انت سلوكك اوتوماتيك بتبقى عارفه غسل ايدك كويس وقالع كل الخواتم وقالع كل ساعة كل حاجة عشان انت هتتعمل مع محليل وحتعمل اخذية يبقى انت لازم تكون مضيف في نفسك ونضيف في المكان اللي انت فيه في بيئة العمل اللي انت شغال فيها واتكلمنا برضو وقلنا ان الطالب برضو لابد ان هو قبل ما بيشتغل خالص خالص لازم يتأكد من نظافة الادوات اللي موجودة معاه ازاي يتأكد من نظافة لابد ان لو انت هتستخدم مغبار هتستخدم مقلب زجاجة هتستخدم اي نوع من انواع الاجهزة اللي عندك لابد انها تكون متنظفة كويس ويتكون متنشفة كويس قوي بحيث ان انت بعد كده ان انت ما تيجي تشتغل تشتغل بطريقة صحيحة يبقى نسبة الخطأ عندك ضعيفة جدا طيب بعد كده قلنا كمان ان الطالب الخامات اللي بتاعته بيتأكد من صلاحيتها لو هو هيعمل محلول سكري او هيعمل محلول ملحي لابد ان هو يتأكد ان هذه الخامات مالها الخامات عندها الصلاحية بتاعتها ممتازة وما فيهاش اي نوع من انواع الفساد برضو الطالب عنيبقى برضو يعرف يحسب حجم المياه وكمية الملح اللي المفروض هو هيحسبها بمربع بيرسون هيشوفي العلاقة الرياضية ويبتدي يطلع لك الكمية المياه قد ايه كمية الملح والسكر قد ايه يعرف قدامي يعرف ان هو يعملها ويحسبها برضو الطالب لابد ان هو بياخد الملح والسكر بيعمل المحلول طريقة ايزابته للملح والسكر بالمقلب برضو دي حلاحظها كويس هل هو حط الملح على السكر وسابه كده ولا لازم ان هو بيعمل عملية التقليب حتى يحصل تجانس قلنا برضو ان الطالب بياخد المحلول ده وبيبتدي يعمل له عملية تصفية بالشاشة لما يجي يعمل له عملية تصفية بالشاشة فهتبصت لقي المحلول عندك بيبقى رائق وشفاف تماما وبالتالي انت ما بتيجي تقيس بالتركيز اول هذا المحلول 100% او هذا التركيز يعني تركيزه مظبوط وبالتالي ما بنيجي ندخله في التصنيع الغذائي حتبصت لقيه التمنتج عندك بيبقى مظبوط وما يتعرضش لاي نوع من الفساد وحيتبقى الجودة بتاعته مظبوطة احنا وقفنا مرة اللي فاتت عند ان في بعض الاجهزة بتستخدم في قياس تركيز المحليل اول جهاز من الاجهزة اسمها الايدرومترات طبعا الايدرومترات احنا زي ما اتكلمنا هي دي الايدرومترات برضو برجع عليها بسيطة كده الايدرومترات زي ما انت شايف كده الايدرومتر عبارة عن ساق زجاجية الساق الزجاجية دي بتبقى فيها انتفاخ او زي ما انت كده في انتفاخ وبيبقى فيها انتفاخ زجاجية فيها كرات من الرصاص بحيس ان لما تيجي تحطه جوه المحلول يبقى موجود في وضع رأسي لايجي مين ولايجي شمال برضو التدريج بتاع هذا بتبص تلاقي التدريج من اعلى الى اسفل وطبعا ده بيبقى واخد واخدين بالنا منه لابد ان انت وانت بتستخدم هذا الجهاز لابد ان يكون هذا الجهاز نظيف ثماما وتبتدي تشتغل به طبعا برضو انت شايف لو انت جيت شفت كده المحلول اللي عندي ده اللي موجود في اللي موجود في الايدروميتر بص الايدروميتر وقف في وضع رأسي وضع في وضع رأسي عشان خطر ايه لا بيمين لمين ولا بيمين شمال هي ده اللي مخلي اللي هي كرات الرصاص هي اللي مخليها ايه هي اللي مخليها في وضع رأسي زي ما انت شايف كده طبعا وانه مرة اللي فاتت ان في نظرية عمل هذه الايدروميترات بتعتمد على قانون يسمى قانون الطف لقاعدة أرشميدس اللي هو إذا غمر جسم أو طف جسم في محلول فإنه يزيح كمية من هذا المحلول وزنه يساوي وزن الجسم دي قاعدة أرشميدس عندنا أنواع كتيرة جدا من أنواع الأيدرومترات كلهم بما يتلاءم مع نوع المحلول اللي هو هيئيسه أول نوع من أنواع المحلول اللي هي المحاليل السكرية المحاليل السكرية إما بنيجي نستخدمها بنيجي نوعين من الأيدرومترات مشهورين جدا لهم أول نوع اسمه أيدروميتر بالنك وفي عندك أيدروميتر بيركس اللي اتنين دون متخصصين في قياس تركيز المحاليل السكرية عندك المحلول الملحي أو المحاليل الملحية بنستخدم فيها حاجة اسمها البومي أيدروميتر البومي أو السالوميتر السالوميتر ده بيبقى أطول واحد فيهم بيبقى من صفر لمية وده بيقيس درجة تشبع المحاليل الملحية وده بيقى درجة التشبع بتاعها حوالي 26.5 لما نجي نعمل أو لما نجي نشوف الأيدروميتر إيه نظرية عمله أو إزاي إيه هي الشروط الواجب طوافرها لنعمل عشان نستخدم الأيدروميتر صح أو نقيس تركيز بطريقة صحيحة أول حاجة بنعملها رقم واحد التأكد من نظافة الأدوات اللي عندنا دي أول حاجة رقم اتنين التأكد من تجانس وصفاء المحلول يعني لازم يكون المحلول متدور فيه المذاب والسكر دايب كويس خالص والملح دايب كويس خالص عشان تعرف ما تيجي تقيس التركيز تقيسه بطريقة صحيحة طيب رقم تلاتة برضو أن يكون المحلول رائق وشفاف زي ما انت شايف كده عامل زي المية فانت طبعا بتخليه رائق وشفاف ازاي عن طريق ان انت بترشحه من خلال شاش أبيض كده عندك تعمل ايه عشان لو فيه اي شيء بتتحجز معا لان دي كلها بتأثر فين بتأثر على القراءة طب بعد كده بتعمل ايه بتاخد الايدروميتر وزي ما انا قلت لك كده بتحطه بحركة دائرية بتدخله جوه الايدروميتر في حركة دائرية لحد ما يطلع وينزل يطلع وينزل بمجرد ما يزبط ابتدي ااخد الايراية عند السطح الفاصل ما بين المية المحلول موجود فين وابتدي ابص من خلال العيني واقول الايدروميتر ده ايه عايته كام طلع المحلول واقف عند 10 يبقى ده تركيزه 10% ده اللي عند 20 يبقى تركيزه 20% خلاص كده خلي بالك كمان ان انت لما انت حاطت المحلول لابد ان يكون على سطح مستوي زي ما انا كده التربيزة اللي قاعدة عليها دي تبص تلاقي بص المحلول اهو ما موجود على سطح ولا هو ميل كده يمين ولا هو ميل شمال لانه لو ما اليمين او ما الشمال هتبص تلاقي ده حيقصر لك على الاراية بطريقة برضو لازم تاخد بالك كويس لو انت عندك مياه غزية لو انت عندك مياه غزية زي الكوكاكولا والبيبسي والكلام ده ما تقضيش تقيس التركيز بالايدروميتر بالسرعة دي لا ده انت لازم تتخلص من الغاز اللي موجود جواه لان الغاز اللي موجود جواه ده حيقصر لك على الاراية فهتعمل ايه هتبتدي تعمل عملية رج جامد رج عشان تتخلص من هذا الغاز او ان انت تعملي او انت بتبتدي تسخن تسخن المادة مياه الغازية دي عشان تتخلص من الغاز اللي موجود جواه وبعد كده ابتدي حط ايه حط الايدروميتر بحركة دائرية بحركة دائرية لصي كده وتسيبه في المحلول يطلع وينزل يطلع وينزل لحد ما بيزبط وبالتالي بعد كده بتاخد الاراية بتاعتك هي ده عشان تبقى تقيس بطريقة صحيحة جدا لازم الطالب ياخد باله كويس وهو بيقيس طيب تعال كده نشوف الايدروميتر في الشريحة بتاعتنا الايدروميتر يا جماعة زي ما احنا قلنا فيه ايدروميترات لقياس تركيز المحلول السكرية اللي هي منها ايه اللي هي منها البالينج وفيه منها كمان الايه البيركس فيه عندك كمان البالينج قلنا التركيز بتاعه من 0 ل60 وقلنا البيركس تركيزه من 0 ل30 وفيه من 30 ل60 وفيه من 60 ل90 طيب عندنا دلوقتي كمان ايدرومترات بستخدمها في قياس تركيز المحليل الملحية في عندك اللي هي البومير البومير وفي عندك اللي هي عبارة عن السالوميتر عايزة بس اقولك كمان ان البومير بزيرو لستين ده بالنسبة للمحليل الملحية بالنسبة للسالوميتر في عندك من زيرو المية للمحليل خلاص بعد كده عندنا زي ما انت شايفة السالوميتر التدريج بتاعه من صفر المية وفي عندك البومير لحد سبعين وفي عندك البالينج لحد ستين وفيه طبعا البيركس فيه من زيرو لتلاتين ومن تلاتين لستين ده على حسب اللي انت عايزه قلتنا كمان ان المرة اللي فاتت باكد على المعلومة اللي انا بقولها دلوقتي ان كل واحد درجة بالينج بتساوي واحد درجة بيركس كل واحد درجة بالينج بتساوي خمسة وخمسين على مية درجة بومير برضو لازم تاخد بالك انه كل واحد درجة بومير بتساوي مية على خمسة وخمسين درجة بالينج او بيركس وكل واحد درجة بومي بتساوي 4 درجة سالوميتر كلام ده لازم يتعرف كويس جدا لان عشان لو انت ما عندكش الايدروميتر المناسب لنوع المحلول ممكن تستخدم ايدروميتر ممكن تستخدم بومي مع سكري بس تضرب في معامل عشان خاطر هذا المعامل اللي هو 55 على 100 او 100 على 55 علشان خاطر تدي لك الايراة بتحولها يعني البالنج لما تيجي تضرب 55 على 100 يديك درجة بومي على طول والعكس صحيح فيه عندك دلوقتي قلنا ما يجب مراعطو عند استخدام الايدروميتر خلي بالك الكلام ده مش معرفي فقط لا ده مهاري وانت بتطبقه ايه اول حاجة اول حاجة جفاف المخبار والايدروميتر ونظافتهما دي اول حاجة لازم ناخد بالنا منها جفاف المخبار والايدروميتر ونظافتهما لانها دي حاجات بتأثر على الاراية برضو لازم زي ما انت شايف صفاء لون المحلول المختبر يعني المحلول اللي انتنا عايزين نقيسي التركيز بتاعه لابد ان يكون صافي تماما خلوه من المواد الصلبة والعالقة بقدر الامكان من دمن الحاجات اول حاجة مسج المحلول المختبر جيدا لضمان تمثيل العينة له بمعنى لو انت عندك سكر متداب في المياه لابد ان احنا اللي سكر دا يتقلب بالمقلب جيدا علشان خاطر نضمن توزيع كل السكر على المحلول وبالتالي بيحصل تجانس وبالتالي لما تيجي تقيس يبقى هو دا القياس المزبوط للعينة فيه كمان حاجة مراعاة ايمالة المغبار بزاوية 45 درجة عند تعبئة اوسك بالمحلول طبعا احنا قلنا لما بتيجي تحط المحلول اللي انت عملته واللي انت صفيته وجيت بسيط حطيته في المغبار المدرج لابد ان يكون بزاوية 45 درجة عشان ايه؟ عشان ما يتكونش فقاعات هوائية تؤثر على القراءة طيب يبقى احنا نقول مراعاة ايمالة المغبار بزاوية قدرها 45 درجة عند تعبئة اوسك بالمحلول بداخله منعا لتكوين فقاعات هوائية مما يؤدي الى رفع الايدروميتر وبالتالي تسبب خطأ في القراءة وإلا فيجب التخلص منها قبل القياس دي حاجة مهمة جدا ودي المهارات اللي الطالب بيعملها انت كطالب انت طالب دلوقتي في جزء مهاري عايزة شوفك وانت بتحط المحلول ده تحطه بطريقة صحيحة زي ما انا ورده لك في المرة الفترة برضو في حاجة عايزة اقولك عدم قراءة الايدروميتر اذا كان ملاصقا لجدار المغبار لو كده لقيت الايدروميتر لازق في جدار المغبار ساعتها يبقى كده ما تقراش تاخده لا تتاخده مرة تانية وتنظفه وتجففه وتبتدي تدخله مرة تانية في هذا المغبار برضو في حاجة التأكد من ان المغبار موضوع على سطح افقي زي ما قلت لك كده يتحط على تربيز اقصادك افقيه بحيث انه هو يديك الايراية بتاعتك بطريقة مظبوطة مفهاش اي حاجة عند استخدام الايدروميترات عشان تقيس بيها محلل محتوي على غازات زي ما قلت لكم مياه الغازية دي لابد ان احنا بنسخن المحلول لازم ليه بنسخنه علشان خاطر بيوصل لدرجة الغنان عشان نضمن نضمن ان الغازات كلها اضطردت وبالتالي حتبص تلاقي بعد كده تقدر تاخد الايراية بطريقة صحيحة طيب فيه عندنا سؤال بيقولك ايه ازاي كيفية تحضير محلول ملحي وسكري وقياس التركيز باستخدام الايدروميتر احنا دلوقتي عندنا السؤال كيفية تحضير محلول ملحي او سكري ده سؤال عملي وده حيتعمل عكف المعمل وقياس التركيز باستخدام الايدروميتر اول حاجة بنعملها نقول ايه هي الاداوات المطلوبة اول اداة مطلوبة اللي هي عندك اللي هو عبارة مغبار زجاجي نظيف لا يقل قطره عن خمسة سنتين بس انت هو اه هو ده المغبار اللي بتكلم عليه هو ده المغبار الزجاجي اللي موجود عندي هو ده المغبار الذي لا يقل قطره عن خمسة سنتين ويبقى نظيف زي ما انت شايف كده اه برضو من ضمن الحاجات اللي المفروض ياخد بالو منها اللي هو ترمومتر لقياس درجة الحرارة وكلنا عارفين شكل الترمومتر ازاي او ترمومتر اوه قدامك ده حتقس بيه درجة حرارة المحلول اللي انت هتختبر به فيه حاجة كمان ان انت هتعرفها ايدرومتر مناسب لنوع المحلول يعني انت دلوقتي عايز تشوف المحلول بياقية سكري او ملحي لا بد ان انت تاخد بالك جدا ان انت تبقى اه برضو مقلب مناسب لتقليب المحلول قبل اخذ العينة للاختبار دي من ضمن الحاجات اللي انت برضو هتاخد بالك منها اداة لتعبئة المحلول بالمغبار ممكن استخدام كأس صغيرة احنا كده مبساطة جديدة جدا هنتكلم دلوقتي هقولك عشان تحضر محلول سكري او ملحي وانا بأكد على هذه المهارة بالذات لانها مهارة لابد ان يكون الطالب يؤدي كل خطوة من خطواتها بطريقة صحيحة جدا جدا اول حاجة احنا فيه ادوات لابد ان هي موجودة معانا اول اداة ان احنا الايدروميتر اللي احنا حنقس به لازم نشوف ايدروميتر اللي موجود به هل هو هستخدم ايدروميتر بومي او هستخدم باركس او هستخدم بالنج هستخدم نوع الايدروميتر معي انت اول حاجة خلي بالك ما بتيجي تلبس اول حاجة اللبس بتاعك كويس البلط وكل حاجة وتزهبط نفسك طيب متبتدي تجهز الادوات بتاعتك نظيفة عشان تعمل محلول محلول او خدت اهي خدت الايدروميتر بتاعك طيب تاني حاجة او تاني حاجة هستخدم زي ما انت شايف كده مغبار مدرج كترولة يقل عن 5 سنتي المغبار لابد ان يكون نظيف هو ده المغبار المدرج اللي عندي اللي المفروض استخدمه مرضو من ضمن الحاجات اللي استخدمها عندك بيقولك كأس صغيرة اهي الكأس هي الصغيرة دي الكأس دي هستخدمها علشان انت اما بتيجي تعمل طبعا هي بتبقى ساعد كأس كبيرة شوية اما بتيجي تعمل عملية تقليب او بتعمل محلول سكري او ملحي طب ليه الكأس ده بتبتدي تحط فيه علشان لما تيجي تحط بزاوية 45 درجة كده تبتدي تحط بزاوية 45 درجة شايف شايف بشويش كده خالص 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 ليه علشان خاطر لو انت عملت كده بس هتبص تلاقي في فقاعات هوائية هتتكون عندك الفقاعات الهوائية دي هتبص تلاقيها بتأثر لك على الاراية ودي حاجة مش موجود برضو لابد ان يكون في مقلب زجاجي المقلب ده لازم عشان احطه وابتدي اقلب بيه بطريقة صحيحة علشان خاطر ما يحصلش اي نوعش تبقى انت متمكن في اداء هذه المهارة تكون جدير جدارات جدارات مهارات خالص طيب زي ما انت شايف كده في عندك اللي هي اداء لتعبئة المحلول زي ما انت شايف اللي هو الكاسة اللي انت عندك دي وتكون كاسة نظيفة طيب الخامات اللي بستخدمها طبعا عشان استخدم خامات لابد بيكون عندي الملح او السكر او المية طبع الملح والسكر او المية تعمل محلول سكري يبقى سكر مع مية تقدم محلول ملح يبقى عندك الملح مع المية طيب اول حاجة برضو من ضمن الحاجات او معايير الاداء يستخدم الايدروميتر لقياس تركيز المحالين طب ازاي هنقولها اول حاجة المفروض الطالب يعرفها انه هو يعبق المحلول ببطء في المخبار وفقا للبرنامج المعد يعني ايه قصده دلوقتي من تيجي نيجي نعبي قلت بتعبي بزاوية 45 درجة لان 45 درجة لو ما تعبش بيها هتبص تلاقي الفقاعات الهوئية هتبتدي تطلع وهتبتدي تأثر لك على الارهي برضو بيعبق المحلول ببطء في المخبار وفقا للبرنامج المعد فيه برضو حاجة تانية يأخذ القراءة تبقى للبرنامج المعد يعني ايه يأخذ القراءة تبقى للبرنامج المعد يعني يبتدي يشوف المحلول وقف لحد فين ويبتدي ياخد الايغاية بتاعته برضو يبقى انا دلوقتي انا فيه حاجة عايزة اتكلم عليها كويس جدا احنا دلوقتي اما جينا عملنا المحليل المهارة دي خلاص انت فهمت كويس جدا 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 ان انت لما بيكون عندك اي نوع من المحلول ازاي هتستخدم الايغدروميتر بتاعك وازاي هتستخدم الملح او السكر بتاعك عشان تعمل محليل مزبوطة وازاي ان انت هتبتدي عم تعمل عملية الازابة وازاي انت هتختبر المحلول ده وتشوفه بعنيك هل هو مناسب ولا لا ده بالنسبة للجزء الخاص بالمحليل طيب فيه جهاز تاني احنا المفروض برضو هنختبره ان احنا هنستخدمه والجهاز ده اسمه الريفراكتوميتر الريفراكتوميتر زي ما انت شايفت كده الريفراكتوميتر ده جهاز الجهاز ده بستخدمه لعدة استخدامات شايف الجهاز الجهاز ده بيكون من ايه بيكون من منشور زجاجي زي ما انت شايف كده كويس المنشور الزجاجي ده بيبقى بيتقفل طبعا فيه كفر وبيتقفل وبيتفتح طيب في هنا الحتة دي كده هنا عند ديك عدسة دي اسمها العدسة العينية اللي انت بتقرأ من خلالها التركيز بتاع المحليل أو تركيز المرباط أو تركيز العصائر أو تركيز أي حاجة طبعا ده بيستخدم في قياس تركيز المواد اللي هي نسبة المواد الصلبة فيها عالية يعني انت لما يكون عندك مربة أو عندك مربة أو عصير تقيل كده لازم تستخدم هذا عشان بتبقى الإرادٰ دقيقا مش معقول انت هتستخدم إيدروميتر مش معقول انت هتستخدم إيدروميتر علشان خاطر تقيس تركيز مربة هتبص تلاقي المربة اللي عندك مش هيمشي فيها الإيدروميتر هيبقى لازج طيب انت بتعمل ايه ممكن ان انت تاخد عينة المربة دي وتبتدي تعملها عملية تخفيف وتيسه بالإيدروميتر بس تضغفت معاملة تخفيف ودي بفاي وفضل ان انت ما تيجي تستخدم تستخدم الرافرجتوميتر اللي انت شايفه ده طبعا زي ما قلتلك دي عدسة ودي منشور زجاجي طيب الايدروميتر ده ليه كذا استخدام اول حاجة بيستخدم في قياس نسبة المواد الصلبة في المربع طبعا احنا عندنا فيه انواع كتيرة من الرفراجتوميتر فيه عندك ريفراجتوميتر اليدوي وفيه ريفراجتوميتر ابي فيه دلوقتي انواع نازلة اللي هي الداجتال العداية بحط العين على طول يديك الاراية بس انت كطالب برضو صناعات غزائية لابد ان انت لابد ان انت تبقى عارف الرفراجتوميتر اليدوي ده والالية اللي انت بتقيس بيها عشان تفهم بالزبط صح انت بتعمل ايه دلوقتي الرفراجتوميتر ده هتعمل ايه طبعا نظرية عمله بتعطبك يعني نظرية العمل بتاعته بتعتمد على معامل انكسار الضوء معامل انكسار الضوء خلي بالك ان الايدروميتر كان بيعتمد على قانون الطفول ارشيميديس ده بيعتمد على قانون معامل الانكسار انا هشرح بس ببساطة جديدة جدا انت ازاي هتقيس بيه وهشرح برضو ايه هي استخدامات الايدروميتر ايه استخدامات الرفراجتوميتر الرفراجتوميتر اول حاجة بيقيس نسبة المواد الصلبة في المرباط بيقيس نسبة المواد الصلبة في صلصة الطماطم عايز تعرف عندك طماطم وعايز تطبخها كويس وتبتدي تشوف تتحول صلصة تقيس التركيز بتاعها عن طريق ده برضو ممكن الرفراجتوميتر بيقيس بيه تركيز المحالي للعادية اللي احنا بنشوفها محلول سكري محلول ملحي نحطه ونقيس التركيز عادي خلص مفيش اي مشكلة بيقيس غش الزيوت بيقيس برضو معامل انكسار كل زيتلي معامل انكسار وبالتالي ممكن نكشف على غش الزيوت من خلاله ممكن برضو نعرف النقطة النهائية لدرجة هدرجة الزيوت والدهون وده بيستخدمه عن طريق الرفراجتوميتر اللي عندي الرفاكتوميتر اللي عندتيه لما بتيجي تقيس طبعا اول حاجة لما تيجي تقيس بيها عندك مثلا لو فرضا عندك محلول فرضا عندك محلول الفرضا اول حاجة بنعملها او عينة مربة اول حاجة بتعملها بتبتدي تعمل عملية التقليب علشان ايه للتجانس يعني انت لازم المحلول اللي عندك او عينة مربة او صلصة لابد ان انت بتعمل عملية التقليب كده عشان تضمن عملية التجانس بعد ما بتعمل عملية التقليب بالزبط كده طبعا بتعمل ايه بتاخد عندك بتاخد القطعة مبللة من القطن وتبتدي تبتدي تبتدي تعمل عملية تنظيف للايدروميتر زي ما انت كده زي ما انت كده زي فلان ايه لابد عشان يبقى الاياس بتاعك مزبوط لابد تعمل عملية التنظيف اللي انت شايفه ده تعمل عملية التنظيف اهو كده طيب بعد كده بتبتدي ببساطة جديدة جدا هتبتدي تاخد ايه هتبتدي تاخد العينة بتاعتك الادوات بتاعتك نظيفة هي بتاخد العينة بتاعتك كده هو العينة بتاعتك وتبتدي تحط العينة بتاعتك في الايدروميتر بالمنظر ده كده في رفركتوميتر زي ما انت شايف كده هو اهو اهو عينة مربة او عينة محلول بعد ما بتيجي تحطها تبتدي تقفل تقفل فين تقفل عليها بعد ما بتيجي تقفل بص بتروح تتوجه انا عايزة تتتوجه لاقرب مصدر ده وتبتدي تشوف من خلال العدسة العينية تشوف وصل التركيز لكام هتبص تلاقي في نقطة الحد الفاصل ما بين النقطة المضيقة في عندك هتبص تلاقي في حقل كده الحقل ده بيبقى مضيق طيب الخط الفاصل ما بين النقطة المضيقة والنقطة المظلمة ده على طول بيديك تدريك كده والتدريك ده بيوضح لك على طول التركيز بتاعك فين بالزبط ووصل لفين الادروميتر ده عالم واسع الريفراجتوميتر ده عالم واسع جدا وده مهمة قوي قوي في عملية الصناعات الغذائية لا يستطيع اي مصنع او لا يستطيع اي طالب صنع غذائي بيصنع مرباط او بيصنع شرباط او بيصنع العصائر ما يقدرش يستغنى عن هذا الجهاز الجهاز ده مهم جدا جدا وتملي طبعا فيه بالنسبة للمصانع بتاعة المرباط على طول لازم لانهم هم بيشتغلوا على كميات كبيرة هو طبعا الخبرة الشخصية بتقول لك اه خلاص كده كفاية عملية الطبخ والدرجة الحرر بس لابد ان انت طلبة بتعمل كميات كبيرة لابد ان انت تاخد بالك جدا ان انت هتحط ايه تحط العينة دي وتبتدي تقيس بطريقة صحيحة يبا انت كده دلوقتي عندك ادوات خدتها في قياس تركيز المحليل طيب انت دلوقتي اه اه انت عارف ان المنهج بتاعنا اسمه تصنيع العصائر والمركزات تصنيع العصائر والمركزات عندنا ليه فيه منهم مخرجين تعلم مخرج التعلم الاول قلنا ايه يصنع العصائر والمشروبات طيب المخرج التاني اللي هو يصنع المركزات طبعا خدنا احنا تكلمنا عن ايه تكلمنا عن المخرج الاول خلي بالك احنا ما تكلمناش على كل معايير الاداء المفروض معايير الاداء انه هو بيحضر بيحضر محلول سكري او ملحي بتركيز معين فيه برضو من دمنا معايير الاداء انه هو لابد ان يقيز بالايدروميتر ازاي يقيز بالايدروميتر تركيز المحلي السكرية او محلي الملحية برضو من دمنا الحاجات انه هو ازاي يصنع الشراب الطبيعي وازاي يصنع الشراب الصناعي خلي بالك من الكلام ده كل مخرج من مخرجات التعلم دي كلها كلها ليها معايير اداء المفروض ان احنا نتقنها بطريقة صحيعة علشان خاطر ان احنا ما بنيجي نتكلم نتكلم بطريقة صح ويبقاش فيه عندنا نسبة خطأ جامل برضو هذا المنهج باذن الله ان شاء الله احنا هنتكلم فيه عن ايه هي الخطوات الاساسية في صناعة العصير لما حنيجي نتكلم ندخل على الدرسة العصير انت هتعرف خلاص انت دلوقتي بقي التحضر بحليل كويس جدا لما هتحضر بقى في فرق بين ما تحضر عصير وبين ما تيجي تحضر شراب طبيعي طب انت هتحضر العصير هتعرف بالظبط انك انت ما تيجي تقف في المعمل ازاي انت تمسك السمار تعمل عملية تستلام الخامة ازاي بتستلم الخامة بتاعتك ازاي انت بتخسل الخامة بتاعتك الثمار اللي عندك الثمار دي بتغسله بطريقة كويسة طريقة الغسيل هل الثمار كلها إما بتيجي تتغسل بتيجي تتغسل كلها مرة واحدة ولا بتتغسل بطريقة معينة كل بما يتلقى مع طبيعة هذه الثمار في عندك ثمار بتتغسل بالرشاشات زي الفراولة يبقى سير متحرك ماشى عليها الفراولة ورشاشات نزلة عليها وتبتدي تتغسل في نوع تاني في عندك البراميل اللي هي السندق البراميلية الدوارة ان انت بتحط فيها الصمرة اللي هي بتبقى صلبة تبتدي هذي البراميل تلف تلف تحتعرض من داخل الاحتكاك يحصل عملية احتكاك لايه احتكاك لهذه الثمار وبالتالي بعد كده ما بتيجي تعمل عملية الغسيل بتبتدي تبقى نظيفة جدا ما فقاش اي حاجة يبقى اذا لازم هتعرف عملية الاستلام عملية الغسيل تعرف تتخسل الصمرة اصادي ازاي طيب برضو تعمل عملية الفرس هل الطالب اصلي انت مش بتشتغل وبس انت ما بتاخدش جانب نظري فقط لا احنا عايزينك انت وانت داخل المصنع كطالب تعرف تأدي هذه المهارات بطريقة عالية عشان اقول عليك انت فاني تصنيع غزائي وجادير ان انت تبقى فاني تصنيع غزائي حتى دلوقت الصمرة غسلتها بعد ما غسلتها تدت تعمل عملية الفرس في فرزك عدة انواع من الفرس تفرز ازاي الحاجات ممكن تفرز الحاجة كويسة تبقى كويسة قداما كل حاجة اللي مش كويسة تبتدي تتخلص بتخلص منها بتاخد الصمار اللي عندك تير وتبتدي تعمل عملية التأشير والتقطيع برضو حرقبك او حشوفك وانت بتعمل عملية التأشير والتقطيع هل بتتم بطريقة صحيحة ولا بتتم بطريقة خاطئة وايه نوع التأشير المختلف هتاخد طرق التأشير المختلفة كل حاجة بما يتلقى برضو مع طبيعة الصمار اللي عندك فيه صمار تتقشر بالسكاكين فيه ثمار تتأشر بالاحتكاك فيه ثمار تتشيل بس منها الجزء الأخضر اللي موجود زي الفراولة الطريقة دي لها آلية ولها عملية إيه عملية إن انت بتشيل إيه بتشيل حاجات طب انت دلوقتي خد عملية تنظيف استيلام الخامة عملية عملية الغسيل عملية الفرس عملية التأشير هتعمل عملية التقطيع وإذا لتلبزور انت دلوقتي عندك أي ثمار مش مجهزة تبتدي تعمل لها عملية التجهيز تشيل كلام ده كله بتعمله في الخلال وأنا برأبك من خلال بطاقة ملاحظة وابتدي أقول هو عمل الخطوة دي صح ولا عملها غلط من خلال رؤيتي ومرأبتي ليك هذا برضو من ضمن الحاجات طبعا انت بعد ما عملت عملية التأشير بتبتدي تعمل عملية العصر واستخلاص العصير طبعا انت عارف نوع السمار اللي عندك عندك فيه أنواع كتيرة من السمار فيه مثلا سمرة البرتقام ولو انت عايز طبعا انا بجيب لك الحاجة المتاحة في المعمل انت عندك دوقتي سمار البرتقام مثلا عندك ايه العصار المخروطية العادية بتعمل عملية العصر بالعصار المخروطية العادية ان شاء الله في الحلقة القادمة ان شاء الله انا حبقى اجيب العصارات بتاعتي وحواريكو طريقة نعمل صناعة العصير والشراب الطبيعي عملي حنقدي قدام قدام الشاشة عشان خاطر تبقى انت عارف انت هتعمل ايه وتقدي ايه بعد ما عملت عملية العصر عملت عملية العصر الجيد بنعمل عملية طبعا التصفية برضو في انواع كتيرة من المصافي وانت كجزء معرفي هنعرف ايه هي انواع المصافي اللي انا بستخدمها في عملية تصفية العصير بعد كده طبعا انت حتيجي عملية التصفية وبعد كده هتعمل عملية الايه عملية التعبئة وايه هي شروط العبوة الجيدة وازاي تعمل عملية حفظ لهذا النوع من العصير كلام ده هيتاخد بطريقة فيها تدرج في الخطوات انت دلوقتي بعد ما هتخلص خالص صناعة العصير هتبتدي ندخل بعد كده في صناعة اللي هي الشراب الطبيعي برضو انا في حتة كده كنت عايزة اقولها ما اجا اقولك عرف العصير تقول ايه هي العصارة الطبيعية لصمار الفكهة او الخضر اللي هي بتبقى كويسة اللي هي ما فيهاش اي نوع من انواع الاصابة طبعا طيب طبعا بتحتوي على اللوب او جزء منه بتكون خالية من البذور والقشور والاليار العصير زي ما هو كده بتاخد عصارة طبيعية ما بتقربش ولا بتحط عليها اي اضافات خلي بالك العصير لوحده دي اسمه عصير حطت اي اضافات خارجية زي السكر او اي مواد تانية دي ساعتها ده بنسميه الشراب الطبيعي الشراب الطبيعي حطيت محلول سكري المحلول اللي احنا عملنا دلوقتي ده المحلول اللي احنا عملنا ده 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 المحلول السكري حطيت عليه اضافات مختلفة زي مثلا عندك اللون والطعم حطيت مثلا اصنصات مثلا اصنص الفراولة حطيت اللون الاحمر بتاع الفراولة حطيت وصلت لتركيز السكر 70% طيب حطيت مواد حفظة ده هيبقى اسمه شراب صناعي شوف يعني انا انا عايزة بس افرقلك انت عندك عصير عندك شراب طبيعي عندك شراب صناعي عصير عصيرة الفاكرة الطبيعية خلصة مفياش اي حاجة شراب الطبيعي ده عصير بس مضاف ليه اضافات زي السكر وزي الالوان الالوان المصرح باستخدامها تبقى للمواصفة القياسية طبعا الكلام ده هيتاخد بشيء من التفصيل طيب عندك بالنسبة للشراب الصناعي الشراب الصناعي ده لا ده مفوش اي حاجة طبيعية خالص ده عبارة عن المحليل فقط عبارة عن محليل فقط عرفت بقى ان احنا اعتمدنا الاول والاساسي في الصناعات الغذائرية عن المحليل علشان كده انا بقولك ايه درس بتاع المحليل ده من الدروس المهمة جدا المحليل دي تستخدمها استخدامات كتيرة جدا زي ما قلت في الحلقات اللي فاتت انا باستخدمها في صناعة المرباط في صناعة الجلي في صناعة المرميلاد في صناعة الحلوة الطحنية باستخدمها في صناعة الحلوة الطحنية ايوة باستخدمها في صناعة الحلوة الطحنية تلما بتيجي تعمل بتعمل محلول سكري تحط ميا وسكر وحامج الستريك وبتحط على الحلوة بتعمل عملية نطج للمحلول السكري وبناء على المحلول السكري اللي حيتعمل عندك ده تبتدي تحط اللي هي الطحينة اللي بتحط على المحلول الشراب السكري الناضج وبالتالي حيطلع عندك تعمل الحلوة الطحنية الممتازة شفت المحلول قد ايه المحليل دي مهمة في الصناعة صناعة التخليل اه طبعا صناعة التخليل محلول ملحي محلول ملحي تدراتي لما بتيجي تعمل التخليل ودي معلومة ليك كطالب صناعة فن تصنيع غذائي انت لما بتيجي تعمل عملية التخليل انت لما بتيجي تخلل لابد ان انت بتعمل محلول ملحي لابد انك تعرف تركيز هذا المحلول تبتدي بتركيز قليل بتبتدي بتركيز مثلا 8% ده لازم تبتدي بتركيز قليل احنا عارفين ان تركيز الملح الحافز 15% احنا عشان في تركيز حافز المخلل ده ما يبصش لايزبود ان هو بيوصل من 15% ل 16% هيجي واحد يقول لي ايه طب انا هبتدي ب15% واعمل عملية تخليل على طول المخلل بتاعتك بتاعتك هيبوص ليه حتبص تلاقي السمار بتاعتك تكرمش على طول تكرمش يبقى فيه نوع من انواع الفساد هيحصل المخلل ده علشان كده علشان كده انا بابتدي ابتدي اعمل محلول ملحي تركيزه 8% ازاي؟ سهلة جدا اشوف كمية عن طريق مربع بيرسون عن طريق مربع بيرسون انا بحسب كمية اللي عندي التركيز اللي انا عايزة اوصله ايه احطه في وسط المربع زي ما قلتلكو المرة اللي فاتت وابتدي اشوف كمية الميا واشوف كمية الملح اللي المفروض تضاف عندي وابتدي اقيس بعد ما حضر المحلول الملحي ابتدي اقيس بالايدروميتر ايست بالايدروميتر تلاعلي مثلا التركيز 6% طب ازود الملح شوية لحد ما وصل 8% طيب تلاعلي اكتر من كده تلاعلي مثلا 20% يبقى في الحالة دي باخد المحلول ده المحلول ده وابتدي اخففه بالمية خلي بالك كويس انت مش هتيجي تمسك المحلول المركز وحتبتدي تضلق عليه تصب المية عليه وتقول ايه واشوف كل شوية اقيس لا ده حاجة بسيطة جدا انت دلوقتي عندك محلول مثلا مثلا محلول 20% عاوز تخليه 10% طب انت عاوز تخليه كم 10% يبقى التركيز المطلوب بتاعي ايه 10% حطه في وسط مربع بيرسون طيب فوق الجهة اليسرى التركيز الاعلى هنحط العشرين هنحط الايه العشرين طب تحت التركيز الاقل التركيز الاقل اللي انت هنضيف مية يبقى هتحط 0% بعد كده نبتدي نطرح الاقتر يبقى نقول مثلا ايه عشرين ناقص عشر فيها العشر ويه عشرين ناقص صفر فيها العشرين هتعرف هتاخد كمية المية اللي هتضيفها على المحلول ده قد ايه علشان خاطر توصل للتركيز المطلوب اللي انت عايزه ايه ما هي العملية مش بالبركة العملية مش بالبركة انت لو كانت العملية بالبركة زي ما احنا كده بنضلق مية هيحصل اهدار اهدار للخامات بتاعتك طب انت بتعمل ليه وانت بامكانك بعملية حسابية بسيطة ان انت تحسب كمية الملح اللي انت او كمية المية اللي المفروض تضيفها علشان خاطر تعمل عملية التخليل صحيحة بتديت عملت عملية التخليل وابتديت المحلول الميحي ووصلته لثمانية في المية تبتدي هتاخد السمار بتاعتك المجهزة وتبتدي تحطها فين تبتدي تحطها في المحلول الملحي اللي عندك طيب هسيبه كده لا طبعا مش هسيبه كده ابدا انا ابتديت بثمانية في المية أنا بساعد عملية نشاط بكترية حامد اللاكتيك عشان تعمل عملية التخليل كل فترة كل فترة أروح وأخذ عينة من هذا المحلول وابتدي أقيسه بقى كام وزود عليه الملح على فترات مختلفة ليه؟ عشان نوصل لأقصى تركيز ليه اللي هو تركيز 16% اللي هو التركيز الحافظ اللي أنت عايز توصله علشان المخلل اللي عندك أو التخليل اللي عندك يتم بطريقة صحيحة يبقى أنت شفت المحلول إزاي استخدمت المحلول في عملية التخليل إزاي إياسك للتركيز إياسك للتركيز مهم جدا عرفت قد إيه ده مهم؟ طيب إحنا قلنا بيستخدم المحلول في صناعة قلنا صناعة التكفيف إحنا تكلمنا على الحتة دي قبل كده قلنا التكفيف يعني إيه؟ آه تكفيف إنت بتجفف بتعرض المادة الغذائية لمعاملة حرارية عشان تتخلص من جزء من المياه عشان يبقى جوه في تركيز إيه؟ حتى عشان المادة الغذائية تقعد معك فترة طويلة بدون أن يحصلها فساد بمجرد أن تستخدم تاخد المادة الصمار الفاكهة أو الخضر اخسلها بمحلية ساعة يخسلوها بمحلول ملحي يقولك مية بمالح تخسل بها الفاكهة أو الخضر وبعدك تخسلها بمية لأنها تعتبر مادة كويسة تقتل أي ميكروبات موجودة عليها تعمل عملية الكبراطة الكبراطة علشان خاطر تتخلص من اللون البني عشان لما تيجي تجفف تجفف تطلع لك المواد الغذائية المجففة بطريقة صحيحة وما فياش أي حاجة طيب يبقى أنت إيه استخدمت لها في عملية استخدمت محلول شفت قد أنت بتستخدم المحليل المحليل بستخدمها في عمليات التجميد زي ما قلت أنت عندك بتحفظ بسلة بتحفظ فصوليا بتحفظ أي نوع من أنواع الخضرات أنت ما بتيجي تحفظها بالتجميد أنت مش هتيجي مباشرة كده هتاخد الخضر اللي عندك وتحطه في كيس وتحطه فيه الفريزر لا ده كده التجميد بطريقة صحيحة أنت المفروض هتاخد هذه الخضر أو الفكهة اللي عندك وحتبتدي تحطه فيه تحط الماء وتحط فيها نسبة من الملح نسبة من الملح ليه؟ عشان بتزود نسبة المواد الصلبة وبالتالي لما تيجي تعمل عملية السلء المادة الغذائية ما تفقدش القيمة الغذائية بتاعتها ولا تفقد نسبة المادة الصلبة بتاعتها يبقى أنت في الحالة دي هتاخد برضو في الفكهة والفكهة نفس الحكاية يبقى أنت نفس الحكاية بأنت استخدمت عملية أو استخدمت المحاليل في صناعة التكفيف وصناعة التجميد برضو المحاليل طبعا قلنا عالم مليء بكل حاجة يبقى أنت دليل على أن هذه المحاليل حاجة مهمة جدا وحاجة كويسة خلي بالك برضو أيها الطالب أيها الطالب خلي بالك كويس من المعلم وهو بيؤدي المهارة قدامك أي حاجة أنت شايفها معاه مش عارفها اسأل فيها وما تكسفش المعلم حيبتدي يديك المعلومة مرة واثنين وثلاثة أنت لو أنت حضرت الطريقة صحيح محلول سكر يوم مليء بقى أنت كده عالم الصناعة تتفني التصنيع الغذائي بقى أنت بالنسبة لك ممتاز ما فيوش أي مشكلة خالص خلي بالك برضو اللي لازم تاخد بالك برضو الملح والسكر اللي أنت بتستخدمه ما تجيبش أي حاجة من مصادر مجهولة من مصادر مجهولة وتقول عليها دي حستخدمها ما يجيش واحد يقولي أنا بستخدم الملح بتاع الطعام اللي هو الملح اللي فيه اليود ده وأنا بستخدمه بصاحة بعمل منه المحاليل الملحية اللي حخلل بيها ده كده هو عمل كارثة إيه كارثة دي؟ إنت خدت ملح يقولي ده دلوقتي الملح ده جودته عالية جدا الملح اللي معاك ده جودته عالية جدا آه جودته عالية أنا ما قلتش حاجة بس ما ينفعش فيه في التصناعات الغذائية إنت هتستهلك الملح ده في الأغزال للناس اللي بتعاني من نقص حنص وليوت فيه مرض اسمه مرض رغضة درقية ده في هذه الحالة إنت بتاخد الملح ده تستخدمه في الأكل عشان كنحية علاجية اسمه ملح مدعم باليود عشان للمرضى دول لكن إنت تاخد ملح في يود وتعمل به تخليل ما ينفعش هتبصي تلاقي إن اليود ده تفاعل مع المواد النشوية وتكون على طول اللون الأزرق الغير مروف فيه تماما بردو نفس الحكاية إنت لازم تاخد بالك كويس جدا 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 إن الملح طبعا زي ما أنا قلتلكه في الحلقات اللي فاتت خالي من عنصر الحديد بيدي لون اسود خالي من الكالسيوم بيدي بقع بيضة وبيعادل بيخفض الحمودة وبالتالي بيتفاعل مع الحمد اللي موجود في عملية التخليل فبيبوز لك المخل الخالص خالي من الماغنيسيوم اللي بيعمل الطعم القابض دي برضو حاجة تاخد بالك المية لابد قبل ما تشتغل تتأكد من مصدر المية اللي حتستخدم معاه ما نجيبش أستخدم مية عسيرة فيها نوع من أنواع العصر وأقول هي دي اللي حستخدمها في الصناعات الغذائية ما ينفعش أنت هتستخدم مية فيها عصر ماء حتبص تلاقي المنتج اللي عندك لازم هيحصل له هيبوز ما ينفعش لازم تتأكد من مصدر المية المية تكون نقية بكتريولوجيا ما يبقاش فيه مية فيها أحياء دقيقة وحاجات مش متشافة وانت هتشتغل بها عملية تصنيع الغذائي ما ينفعش الكلام ده عشان تشتغل صح اتأكد من مصدر المية الكلام ده برضو لازم انت وانت بتشتغل بتعمل الكلام ده أصادي بتتأكد عملية فحصك لكل حاجة انت بتأديها حتبص تلاقي بعد كده انت هتبقى ممتقس اي مهارة بتعملها حاول انك انت تصورها عشان خاطر تبقى ده دليل ليك دليل داعم لشغلك ده دليل داعم في شغلك عشان كل الحاجات دي هتتحطي لك في ملف الانجاز بتاعك ملف الانجاز ده بتاعك هيتحطي لك فيه كل ده الجزئية اللي انا كلمت فيها في جزئية المحلل دي بالذات اللي هو ازاي حضرنا المحلول وازاي نحضر محلول بتركيز معين باستخدام مربع بيرسون وازاي نستخدم المحلول باستخدام نقيس التركيز بواسطة الايدروميتر انا هقيمك من خلال بطاقة ملاحظة وقلتلك الحاجات اللي انت هتتسئل فيها ايه مرضو في حاجة اسمها اختبار شفوي اختبار شفوي يعني ايه اختبار شفوي يعني انا دلوقتي قدامي انت قدامي هديك اسئلة شفوية يعني مثلا من ضمن الاسئلة الشفوية اللي ممكن اسألها لك شوف استبهل الاسئلة الشفوية اللي بقولها لك على اللي ما يلي وجود كرة من الرصاص في قاعدة الايدروميتر انا شايفة طالب بيجاوب دلوقتي وانا سمع صوته بيقول ايه علشان يجعل الايدروميتر في وضع رأسي برافو عليك انت جاوبت اجابة صحيحة طيب سألت سؤال تاني طيب ايه هي شروط المحلول كيف هي شروط قياس تركيز المحلول واحد انا سمع واحد بيقول لي ايه بيقول لي لازم لابد ان يكون هذا المحلول متجانس برافو عليك لابد ان يكون هذا المحلول شفاف ورائك اجا نسأله في الشفوي ازاي بتخلي المحلول شفاف ورائك ازاي راح واحد زميل هو نفس الطالب قال لي انا عملت له عملية ترشيح وتصفية من خلال الشاشة تمام برافو عليك قال لي انا دلوقتي اما جيت حطيت المحلول في المخبار المدرج حطيته بزاوية 45 درجة اجا نسأله ممكن انا اسأله هو بيؤدي هذه المهارة انت حطيت المحلول ليه بزاوية 45 درجة يقول لي علشان خاطر المحلول عشان ما يتكونش فقاعات هوائية تؤثر على القراءة الهواء يبتدي يطلع الايدروميتر لفوق فمش هتبقى قرية حقيقية اجا اسأله مرة تانية اقول له مثلا عندك مياه غزية عايزك تقيس التركيز بتاعها تركيز السكر في المياه الغزية هبصة لقي بقى الطالب الطالب اللي مذكر كويس بقى طبعا اللي خد الجزء المعرفي وجزء المهاري بطريقة صحيحة هتبصة تلاقي خد المياه الغزية وابتدى لقيته بيعمل عملية رجليها او انه هو يولع اللهم ويبتدي يحط المياه الغزية طبعا في حاجة مخصصة لها ويبتدي يسخنها او ما انا سألاء انت عملت ليه كده تقول لي علشان اتخلص من اقبر قدر ممكن من الغاز لان لو انت وجدت الغاز جوه المحلول هتبص تلاقي القراءة بتاعتك لا تعبر عن القراءة الصحيحة ممكن ببساطة جديدة وهو بيشتغل وهو بيشتغل جبت له عينة من المحلول والايدروميتر لازق في الجدار بتاع المخبار واقول له خد الايراية في نوعين من الطلبة في طالب هيقول لي الايراية دي خاطئة الايدروميتر لا يمكن حقد اخد الايراية بهذه الطريقة اقول له ليه يقول لي لاني من شروط القراءة الصليمة اني انا اول حاجة لابد ان لا يكون الايدروميتر ملاصق لقدار المخبار ساعتها هقول له ممتاز وجدير فعلا لانه هو واخد الاسئلة بطريقة عارفها عارفها بطريقة صحيحة طب واحد تاني احط له مثلا الايدروميتر بطريقة خطأ ينبصص على الايدروميتر وهو بفضع غلط ياخد الايراية ساعتها ده يعتبر ليس جدير بعد لانه الحتة الفنية دي هو مقلهاش بطريقة صحيحة وبالتالي انا في الحالة دي رخليه اقول ليس جدير بعد شفتوا الحاجات المحليل الاسئلة بتاعتها بتيجي ازاي او طريقة الاسئلة الشافة بتيجي ازاي ممكن اجيب له ايدروميتر ايدروميتر سالوميتر مثلا اجيب له بوميه او سالوميتر واقول له يستخدم هذا ادي له نوع ما هذا الجهاز يبص هو عليه شوف التدريق بتاعه يشوف من صفر السبان او طيب ده اه ده ايه ده بوميه طب البوميه ده انا بستخدمه في ايه هتحرادد عليها تقول يستخدم في قياس تركيز المحلي للملحية برافو عليك كده كده مية مية طيب لما اجي اقول لك اجيب لك اه مثلا اه اه بالنسبة ل البيريكس اجيب لك بيريكس ولا اجيب لك اه اجيب لك بيريكس او اجيب لك اه بتاعتها بالنج واقول لك فيما يستخدم هذا الجهاز تقولي هذا الجهاز يعتبر هذا ايدروميتر طب ده بستخدمه في ايه بستخدمه في قياس تركيز المحالين السكرية تمام اقول لك كمان تدريج السلوميتر من كم لكام اوه تدريج السلوميتر من صفر الى مية شفت انت شفت دي كل دي معايير اداء دي معايير اداء يعني معظم المعلمين هيقايموك بطريقتين بطريقة بطاقة الملاحظة اللي هي فيها المعايير اللي قلتلك عليها من قيمة شوية والحاجات اللي المفروض تعملها والطريقة اللي انت تقيس بيها والحاجة التانية اللي المفروض تاخد بالك منها اللي هي اللي هي الأسئلة الشفوي الأسئلة الشفوي ده يعتبر برضو لازم تكون جدير لازم تجاوب على كل او كل وليس معظم كل الأسئلة الشفوي اللي عندك بطريقة صحيحة وبحيث ان انا اي حتة فنية هتعرفها طيب ممكن انا امسك ابص لقيه هو بيدوب وهو بيدوب المحلول السكري بيدوب ليه بسرعة كده عشان المحلول بتاعي يكون متجلس انت بالمرة انت طالما عملت كل الكلام انت بتقول عليه ده انت كده يبقى المهارة بتاعتك او معايير الاداء اللي عملتها عملتها لهذا المخرج ممتازة 100% وبالتالي ان شاء الله باذن الله حتكونوا كلكم جادرين باذن الله اتمنى ان شاء الله تكون الحلقة دي عرفتكم ازاي تعملوا محلل السكري ومحلل الملح ومعايير الاداء وازاي اللي هتتقيم عليها ازاي من خلال بطاقة الملاحظة على امل اللقاء بيكم في حلقة قادمة باذن الله وتمنياتي لجميع الطلبة والطالبات بالتوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته